مشروع فاشل، لماذا لم يتم استغلاله؟ هكذا تحدث إلينا مواطن بلدية مصيف جنوب شرق ولاية المسيلة وهم يستفسرون حول موعد إطلاق مشروع تصفية مياه الصرف الصحي مشروع من المفترض أن يصاهم بشكل فعال في الدفع بعجلة التنمية الفلاحية من خلال تحويل مياه إلى الفلاحين المشاورين لاستغلالها في السقية مشروع فاشل مئة بالمئة وكان جاء مشروع مش فاشل وكراه يختم هنا وينهل وشكون هنا المسؤول على هذا الشي جاء الوالي بوسمحنا قالك بها نعطيكم المياه المياه القادرة بها نعود وصفوها يدروا لها التصفية ونسقوا بها صح المشكلة تاع المشروع راح ما نفهمناه شوين نقطة استفهام المشروع هذا راح متوقف منين ما نعرف المواطن راح يروح المسؤول يقول له بليفالا راح اللونة تعطيك المشكل وتطرع ليك المشروع هذا وتكلمنا عن مسؤولي اللي شدوا القطاع هذا وكان تصريح تاحم واضح وصريح جدا أن المشروع هذا مزيد متوقف ما عنده حتى صلاحية المشروع انطلقت به الأشغال سنة 2014 تم انجازه وبقية دون استغلال لتتحول مياه الصرف الصحي إلى الأراضي في لا حجة وتتدفق في الهواء الطلق كما تشاهدون هذا المشروع كان من المقرر أن ينهي أشغاله في مدة قصيرة حيث بدأ سنة بداية 2014 إلا أننا وكما تشاهدون هذا المشروع باقي بدون استغلال أعطيت مشروع كمله لماذا؟ كان هنا مكانش فلاح هنا مكانش يسقب المزوت يسقب المماتر المياه التي تخرج هذه يسقبها الفلاح الطلق رهم العدمة المشروع هذا فاشل الأقصى درجة المواطن البسيط يعاني في صمت أمام تجهل المسؤولين في صورة تحكي الواقع المرير الذي يعيشه المواطن في الجزائر العميقة